الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد مستمعي الكرام وقفنا فيما سبق على بعض الأمور التي بها يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين والآن نواصل الحديث مؤكدين على الأدلة الدالة على ذلك إن إثبات نبوة الأنبياء والمرسلين بأدلة ومن هذه الأدلة وأعظمها المعجزات بل إن شئت فقل عزيزي الطالب إن المعجزات هي أهم الأدلة على أن الأنبياء جميعا قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم واختصهم من بين سائر البشر لتعليم الناس وتبصيرهم أمور دينهم ودنياهم فالنبوة اصطفاء من الله والنبوة تفضل من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المصطفى والنبي المجتبى الأدلات على رسالة الأنبياء جميعا وعلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة كما قلنا في مقدمتها المعجزات ما المقصود بالمعجزة؟ وهل هناك فرق بينها وبين غيرها من سائر الأشياء؟ نعم المعجزة هي الدليل اليقيني على النبوة الصادقة ولكن قبل أن نقول عن المعجزة شيئة نقول إنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في رسالته ومن هنا نستطيع القول أعزاء الطلاب والمستمعين على حد سواء نستطيع أن نقول إن المعجزة دليل يقيني من الله تبارك وتعالى يقيمه على صدق النبوة الأنبياء والمرسلين وهي طريق من طرق إثبات الصانع سبحانه ومعرفة صدق الرسول والله تعالى أيد رسله بمعجزات تجري على أيديهم من هذه المعجزات قلب العصى حية وضرب البحر بالعصى كما حدث مع موسى عليه السلام وغيره من الآيات لموسى لغير هذه الآيات حدثت مع موسى عليه السلام أيضا إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى هذه كلها حدثت مع عيسى عليه السلام ومن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة ونخصه بالحديث في هذا الجانب حيث إن الطعنات توجه اليوم إلى رسالته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى أن نقف بك عزيز الطالب على معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدة منها الإسراء والمعراج والإسراء هو السراء أو الإسراء أي الحركة من بيت الله الحرام في مكة إلى بيت المقدس في القدس الشريف والمعراج من هناك إلى السماوات العلى وكذلك من بين تلك المعجزات تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وحنين الجزع إليه عندما كان النبي يخطب على جزع النخل ثم صنع له أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين منبرا من خشب فلما ترك النبي الجزع وجالس على هذا المنبر الخشبي حن الجزع وبكى فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فانتهى بكاؤه فرحا برسول الله كذلك من المعجزات انشقاق القمر بين يديه ولقد أكد ذلك القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله تبارك وتعالى قد أكد على هذه المعجزة وأنها حقيقة وقد شاهد لها العرب الصادقون عندما كان وحدثت فأخبروا أهل مكة كما هو مبثور في كتب التفسير كذلك من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعظمها القرآن الكريم القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله تبارك وتعالى أشر إلى هذه الحقيقة وإلى هذه المعجزة بل إن شئت فقل عزيز الطالب إن هذه المعجزة هي معجزة خالدة على مر الزمن وستبقى إلى قيام الساعة كذلك القرآن الكريم معجزة من وجوه متعددة ما هو وجه عجاز القرآن؟ القرآن معجز في لفظه معجز في إخباره بالمغيبات معجز في كونه يجتمل على الأمور والأحداث التي وقعت وتقع ما زال يقع وأن القرآن معجز بأنه كذلك مجتمل على الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل والإعجاز هنا في التعبير القرآني حيث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة العرب جاء القرآن ليكون معجزا للعرب البلغاء والفصحاء وقد اجتمل القرآن على جنس ما نطق به العرب في مفتتح السور 29 سورة نزلت في القرآن الكريم وكلها مفتتحة بما كان العرب ينطق بمثيله كافها يا عين صاد قاف صاد كثير من آيات القرآن دلت على أن القرآن من جنس ما نطق به العرب وكأن ربنا تبرك وتعالى يقول يا معشر العرب هذا القرآن من جنس ما نطقون به أيا هيا أيا طالعا جبلا إن كان القرآن وقد اجتمل على هذا الإعجاز البلاغي فإن كانت لديكم القدرة على أن تأتب مثلي ففعلوا طب ائتوا بمثلي سورة من سوره طب بمثلي آية من آياته لكنهم عجزوا فكان القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة أما عن أحوال الأنبياء فإن أحوال الأنبياء والمرسلين هي كذلك من أعظم الأدلة على إثبات صدقهم في النبوة والرسالة تدل أحوال الأنبياء والمرسلين على أنهم على الصدق وأنهم قد أرسلوا من لدن الحكيم الخبير فمن عرف صدق الأنبياء والمرسلين ووفاءهم ومطابقة قولهم لفعلهم علم يقينا أنهم ليسوا بشعراء ولا كهانة ولا كذابين بل هم صادقون فيما أنبأوا به عن الله تبارك وتعالى كذلك من بين الأدلة على صدق الأنبياء والمرسلين وعلى وجوب الإيمان بهم الأخبار المتواترة عن الأنبياء والمرسلين إن الله تبارك وتعالى قد أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده وهو دليل على صدق الأنبياء ولهذا لما ذكر الحق تبارك وتعالى قصص الأنبياء جميعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح عليه السلام ومن بعد يقول الحق تبارك وتعالى في آخر قصة منها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك أي في صدق الأنبياء فيما أخبروا به عن الله وإرسال الأنبياء أصلا من لدن الحكيم الخبير إن في ذلك لآية عظيمة على قدرة الحق تبارك وتعالى وعلى رحمته بعباده عندما أرسل رسل مبشرين ومنذرين فالله عزيز رحيم بعباده عزيز لا يغلب رحيم بهم تبارك وتعالى نأتي إلى مسألة أخرى من أهم مسائل هذا الجانب وهي بيان إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم إن من أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم طعنوا في الله تبارك وتعالى وحاشى لله أن يكون يبقى إن كار رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في واقع أمرها وفي حقيقة أمرها طعن في الله تبارك وتعالى إن إن كار النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته طعن في الله ونسبة له إلى الظلم والسفة حاشى لله أن يكون كذلك بل هو جحد للرب بالكلية تعالى الله عما يقول الظالمون والمدعون علوا كبيرا كذلك من أهم مسائل هذا الجانب الفرق بين المعجزة والكرامة وبهذه المسألة نختم هذه الشرائح إن المعجزة كما قلنا أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي تصديقا له في الرسالة أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد العبد الصالح لماذا؟ تقديرا له وبيانا لعظمته وبيانا لعظمة الطاعة لله تبارك وتعالى فكأن ذلك بمثابة البيان والتوضيح على أن آثر الطاعة ينتج عنه فعل عظيم إمداد من الله تبارك وتعالى للصالحين من عباده فالمعجزة دليل يقيني على النبوة الصادقة وهي طريق من طرق إثبات الصانع ومعرفة صدق النبي وهو أمر خارق عن قدرة الإنسان والجن أما الكرامة فهي ما يحصل للصالحين من خرق للعادة مما هو مقدور للحيوانات العامة أو لسائر البشر وبهذا نكون قد وقفنا على الفرق بين المعجزة والكرامة وجانب مما يتعلق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر